تفتيح البشرة والبقع والتسبغات والهالات سودة الوصفة قوية جداً اشتراك في القناة وفعلوا الجرس اول حاجة هنا معي بطاستايا بالحجم ده اشرتها كويس بالشكل ده وهبدأ ان انا ابشرها هنا هبشرها كويس وياريت لما تجي تبشريها تبشريها على السنون اللي بتبقى قديق حاجة علشان تستفاج بكل المية اللي في البطاستايا فانا هنا هحاول ان انا انجز في بشرة انا البطاستايا عموماً وسط يعني حجم متوسط هتنفع هتكفي بشرتك كلها وكمان هيفيد منها يعني كتير قوي فهنا انا بشرتها كويس اهو تمام طبعاً بقى هنستخدم كمان الاشور اللي احنا عملناها اللي هي البشر مش هنرميه هنا انا جايبة طبق تاني ومعايا شراب عشان اصفيها كويس لو عندك شاشة هتمشي برضو المهم ان انت تصفيها تماماً من المية تفسيل المية عن الاشور كويس جداً فاسلم حاجة يعني اللي هو عرفت اتصرف ان انا عامله بشراب اللي هو الفليل تمام انا ادام خاصة للوصفات الشراب ده نظيف اصلاً بس انا مخاصة للوصفات ابدأ اعصرها كويس واصف المية تماماً زي ما انت شايفة كده هنا عشان استفاد بالمية واستفاد كمان بالاشور اللي انا هطلعه من المية اللي احنا بنعصره ده تمام كده انا هنا عصرت كويس قوي على قد ما قدرت وطلعت المية كلها يعني كمية حلوة يلا بينا بقى نبدأ بالوصفة الاولى اول حاجة الاشور ديات مش هرميها اللي انا بشرتها هياخد منها كده بالمعلقة الكمية المناسبة ان كنت هتعملي بشرتك او هتعملي آآ رئابتك كمان بالمرة بحط الكمية كلها لو هتعمل البشرة بس على مرتين بتشيل النص في التلاجة والنص التاني بتستخدمي وهبدأ احط عليها معلقة من الزبادي او اليغور معلقة مليانة كده صغيرة تمام وهبدأ ان انا اخلطهم مع بعض آآ قشر البطاطس ده بيزيل البقع والتصبغات والكلف والنمش وكمان بيساعد على توحيد لون البشرة والزبادي بيرطب وكمان بيفتح وبيديك ترتيب عالي جدا للبشرة وبيخليها كمان آآ مغزية جدا هنا قلبتهم كويس انا في شوية مية في الزبادي انا بحب اخد اللي هو اسمه شرج او مية الزبادي اللي بيبقى على الوش ده ده بحب احط في الوصفات جميل جدا ومفيد جدا للبشرة فهنا بقى هبدأ ان انا كمان احط معلقة من القهوة او البن انا هنا حطيت معلقة بس ما تصورتش هو ده القهوة او البن اللي انا حطيته خدت معلقة صغيرة معي في نفس الخلطة وهقلبهم كويس جدا تمام كده انا هنا قلبتهم بالشكل ده زي ما انت شايفة دي اول خلطة معي والبن او القهوة من الحاجات الجميلة جدا اللي بتزيل التسبغات وبتوحد لون البشرة وبتفتح البشرة جدا وبتخلي بشرتك موحدة اللون وشكلها حلو وصوفي جدا هد ان انا احطها كده كويس جدا على بشرتك كلها بالشكل ده اسبتها بالمنظر ده كده وبسيبها ربع ساعة وبعد كده بشيلها وبخسل وش كويس جدا تمام بصوا انا كده بص ما بيقعش خالص ولا اي حاجة من على اليد يعني هيبقى على بشرتك ثابت بالشكل ده بسيبه ربع ساعة اما حاجة يعني انت عملي حركة الطبطبة دي وتسيبيه ربع ساعة لحد اما يبتدي ان هو ينشف معيك او اخرج ربع ساعة يعني تسيبيه ربع ساعة وبعد كده تبدأ ان انت لما تيجي تشليه في حركة عايزة اورهالك او تكاية حلوة اوي اوي هتنفرق معيك جدا بصوا انا كده شلت الوصفة بتاعتي ما باخسلهاش وابدأ ان انا اعمل بالمية اللي نازلة دي مية البطاطسة على القهوة بحركات دائرية في كل وشي ورقبتي بالشكل ده وهسيب المية دي تنشف بعض الوصفة بتاعتي يعني كده ممكن الوصفة تقعد معاك بكتير تلت ساعة نص ساعة بكتير اوي على وشك تمام كده وبعد كده باخسل وشي بمية ساعة وبعد كده آآ بابدأ بقى الوصفة بتاعة الهالات السودة اللي انا هوريها لك دلوقتي حالا وهنبدأ نعملها هنا دي مية البطاطس اللي احنا آآ اخدناها وهبدأ ان انا اقلب النشا اللي تحت اللي هو اللي رائد في المية واقلب الخلطة كده كويس قبل ما ابدأ احط فيها اي مكونات هنا هبدأ اول حاجة حطها معي جل الصبار جل الصبار من الحاجات القوية جدا وجميلة جدا اللي بتزيل الهالات السودة وبترتب المنطقة اللي هي بتاعة العين فحلوة اوي وكمان هيديك ترتيب عالي هحط كده معلقة صغيرة من جل الصبار على مية البطاطس وهبدأ ان انا نقلبهم كويس اوي طبعا ما يعني لو حسيت ان في اي تكتلات من جل الصبار عادي جدا ولا يهمك ان لسه في خطوات تانية هنعملها وهتبقى معيك نعمة الخلطة جدا هقلبهم كويس اوي زي ما انت شايفة كده نقلب تقوم كويس وهحط عليهم معلقة صغيرة من زيت الزتون زيت الزتون بيرطب الحتة او المنطقة اللي تحت العيون وبيتفتح وكمان بتغزيلك المنطقة دي كويس جدا تمام وهحط كمان معي معلقة من مية الورد مية الورد بتخلي المنطقة دي موردة جدا وكمان بتساعد على تفتيح الهلات السودا فانا اخدت كمان معلقة من مية الورد وقلبتهم كويس جدا بالشكل ده تمام هحط كمان معي معلقة مليانة من النشا او الكورنفلاور معلقة كده صغيرة كل دي معلقة صغيرة مليانة بالشكل ده وهبدأ ان انا اقلب الخلطة كويس او معي لحدا ما النشا يدوب معي تماما الخطوة دي مهمة جدا لتقلبي اي تكتلات موجودة في الوصفة زي ما انت شايفة كده هتتقلب معك بكل سهولة لان الوصفة سيلة تمام كده انا كده خلاص قلبت كل النشا ودوبته كويس او في المية معي هبدأ بقى اجيب توصى على النار صغننة وهحط الخلطة دي بتاعتي عليها بالشكل ده وهبدأ اقلب كويس جدا وداية ما تشيلهاش من على النار خالص عشان تبقى الوصفة كلها كريمي حتة واحدة مش حتة فيها كتل وحتة لا ما ينفعش تشيل ايديك من على النار والنار تكون وطية جدا انا هنا خلاص قلبتها وبقت عاملة زي الكريمة شايفين خلاص هشيلها على طول اول ما حس انها تقلت معايا مجرد حاجة بسيطة وقفلت على النار وشلت الوصفة بتاعتي وهبدأ هفضيها في طبق تاني بالشكل ده تمام كده عايز اقول لك الوصفة دي جميلة جدا للهالات وهتفتح معاك الهالات في اقصى وقت ممكن تلات ايام تلاقي الهالات تجد تروح تماما اهم حاجة ان يكون الهالات خارجية مش نفسيا من جوه ولو نفسيا لازم تعالجي نفسيتك من جوه بعد كده هحط اخر حاجة معلقة صغيرة من لبان الدكر ده لو عندك تجعيد حوالين العيون حط معلقة صغيرة من لبان الدكر حلو جدا 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 في الوصفة لو انت كمان عندك المنطقة دي كمان فيها تجعيد دي بانت بتعالجي هالات وبتعالجي تجعيد هقلب بقى الوصفة دي كويس جدا جدا ماينفعش حطي لبان الدكر على النار لبان الدكر الزيت بتاعه بيتحط اما انطلع الوصفة خالص زي ما انا عاملة كده بالزبط عشان ما يتفعلش مع النار والمكونات اللي احنا حطناها الوصفة تخرب ما اللي بان الدكر ده اخر حاجة تحطيه زي ما انا حطيته كده وهبدأ اقلب كويس جدا زي ما انت شايفة كده وهبدأ ان انا بقى اجرب معاك الوصفة وتعالوا نشوفها شكلها عاملة ازاي بصوا خطيرة شايفين جميلة جدا تفرشيها كده تحت العيون العين دي والعين دي يفرشيها على العين وسيبيها ربع ساعة وانسيها اعمل الوصفة دي يوميا لمدة اسبوع وشوفي النتيجة هنا خلاص انا حطيتها في كباية او في برتمان واحتفظي بها في التلاجة وطلعيها كل يوم وهي ساعة كده وحطيها حوالين العين وسيبيها ربع ساعة وبعد كده خسيلي عيونك وشوفي الجميل اعملتلك احلى وصفتين هتدعيلي عائلة باي باي